موسيقى مساء الخير يبدو انه اهتمامات جورج جابليو بوش فنية بامتياز فبعد معرض لوحات تشكيلية اصدر رئيس الامريكا الاسبق كتاب بيتضمن عدد من اللوحات الزيتية بريشته واشاد احد اكبر نقاد الفن التشكيلة بالولايات المتحدة بالكتاب ووصفه بانه متطور وبيحمل بطياته لكتير من المعاني جورج بوش رسم حوالي 66 لوحة زيتية لمحاربين سابقين اظهرت مدى حرفيته بالرسم وتصدر الكتاب قائمة واشنطن بوست لاكثر الكتب مبيعا ويعود ريع هالكتاب لدعم الجنود اللي خدموا بالجيش الامريكي من بعد ما ورطهم بحروب ابرزة بالعراق وافغانستان ازهقت حياة الالاف وكان تفرغ الرئيس الاسبق خلال الاشهر الاخيرة للرسم من بعد ما تلقى دروس بعد مغدرت البيت الابيض بال2009 عدد من الدول الاوروبية حذرت ارتداء الحجاب الامر اللي اثار بوقت ضج كبير واليوم احدى اهم الفنانات بالعالم ادال اثارت ضج بفيديو انتشر الى من حفلة باستراليا هي وعم تبوس ايد معجبة محجبة هالمعجبة اللي كانت عم تتفاعل مع الفنانة البريطانية ادال بكيت من شدة الفرح فاتصرفت معا النجم العالمية بطريقة بالدل على رقي وطيبة وعدم تعصب تجاه اي ديانة او جنسية علما انه هالحفل كان عم يحضره 95 الف شخص وهو الرقم الاياسي بسدنه اقيمت بمريطانيا مسابقة كرافتس اكبر مسابقة للكلاب المدلل بالعالم واللي تنظم من 126 سنة كحدث سنوى تقليده وفاس كلب امريكي من فصيلة كوكر سبانيال بالجائزة الكبرى بلقب الافضل بالمسابقة من بعد ما تنافس مع نحو 22 الف كلب من 56 دولة ويصر اصحاب الكلاب على تدليل حيواناتهم باعتبارهم غاليين عليهم مع هذا الخبر منوصل لخيتان فقرتنا ضلوا بألف خير